النهاردة في ستة من المواطنين المصريين توفوا منهم تلاتة أطفال وفيه إصابة لـ 11 مواطن تانين دي حصيلة حوادث أساسية في ثلاث أماكن أو في مناطق مختلفة في محافظة القاهرة النهاردة تلاتة من الأطفال توفوا بسبب الاختناق بسبب تسريب للغاز حصل في حضانة في حي المطرية بعد كده بما في ذلك وفاة مالكة الحضانة وإصابة الأخ الصغير الاثنين من الأطفال مع ربة منزل في نفس العقار دي حادثة تسريب غاز رود الفرج كان فيها حادثتين الأهالي صحي النهاردة الصبح على انهيار عقار العقار ده رقم 45 في حارة البرنس في شارع جزيرة بضران فروض الفرج بعدما العمارة 45 وقعت ده أدى لانهيار العقار اللي جنبه رقم 43 سيدة صباح عبد المنعم محمد عندها 45 سنة طفلة هانا طه ياسين عندها 5 سنوات توفوا في هذا الحادث الحماية المدنية كانت حاولت وإدرت لها تنقذ ستة من المواطنين طلعتهم من تحت الأنقاض كان أخيرهم سيدة عندها ستين سنة ستة عيدة اسكندر فرج وإبنها مين دي صور خلال خروجهم من خلال الحماية المدنية نفس الوقت ده حصل حريق حريق كبير حريق كبير حصل في مخزن للكابلات الكهرباء في منطقة باب الشعرية تم الدفع بـ 18 عربيت إطفاء للسيطرة على الحريق وأصفر عن إصابة من إصابة التلاتة باختناقات